في الوقت الذي تسجل فيه اسرائيل تراجعا بعدد اصابات بفيروس كورونا بسبب تراجع عدد فحوصات اكتشاف الفيروس اليومي لا يزال كوفيد 19 يسيطر على المشهد ويتصدر الاخبار في كافة انحاء البلاد بالاشارة الى تداعيته واثاره على كافة مناحي الحياة وتواصل وزارة الصحة الاسرائيلية نشر اخر معطيات انتشار الوباء ومناطق تفشيه بشكل يومي وكانت اخر تحديثاتها ان 46 بلد عربية تعتبر الاكثر انتشارا واعلى معدلات الاصابة بفيروس كورونا من اصل 50 بلد عربية في البلاد ومن المتوقع ان يتم ادراج ما بين 15 الى 20 بلد ضمن البلدات الحمراء ووسط تحذيرات من تطبيق قوانين وقف انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ودعوات للانصيع للتعليمات والاثار السلبية لتجاهل العمل ضمن القيود المفروضة للحد من تواصل تفشي الفيروس فرضت الشرطة الاسرائيلية مخالفات لعدد من سائقي السيارات ومقيمي الاعراس في بلدات عربية مختلفة منها النقب والطيبة وقلنسوا وكفر قاسم ومع استمرار الخلافات والمباحثات حول القرارات والاجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب التوجه نحو اغلاق ثالث ووقف تسهيلات كورونا بعد عودة ارقام الاصابات بالارتفاع يبحث اجتماع للمجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا كابينت كورونا فرض حظر تجوال ليلي وفتح مراكز تسوق متوحة بعد ان عقد الوزراء جلست مناقشة عاجلة الخميس الماضي في محاولة لبلورة موقف بشأن مسألة حظر التجول ليلا الا انه لم يتم التوصل الى توافق في الاراء وفيما يخص وصول لقاح كورونا الى اسرائيل افادت وسائل اعلام اسرائيلية انه في اعقاب الضغوط على شركة فيزر وافق مدير عام الشركة على التحدث مع نتنياهو واعادة النظر في بيع اسرائيل ملايين اللقاحات المضادة لكورونا بعد اخفاق الحكومة الاسرائيلية من خلال المماطلة سابقا بالاتصالات مع الشركة ما اضطر الاخيرة الى ابلاغ فرعها في اسرائيل انها تدرس عدم الاحتفاظ باللقاحات والتقدم بالاتصالات مع دول اخرى هذا وتبين ان اسرائيل تعاقدت مع شركة موديرنا الامريكية التي لا تزال تعمل على اختبار لقاحها الامر الذي قد يؤخر وصول اللقاح الى اسرائيل اشتركوا في القناة